اشتركوا في القناة ومخاوف مولودية الجزائر في مهمة لرد الاعتبار والتأهول إلى مربعي الكبار وشببة القبائل على موعد مع النادي اسفقسي من أجل التأهول إلى الدور النصف النهائي ننعرجى بعدها للحديث عن قضية تساعة حدة الأسبوع قضية ساري غريزان وفاق استهيفة ننعرجى بعدها للحديث في الموضوع الثالث والأخير عن اتحاد البوليدا من حلم الصعود والعودة إلى مصف الإكبار إلى كابوس السقوط كل هذه المواضيع واخرى سننقشها في هذا العدد في البداية دعوني أرحب برئيس نادي اتحاد البوليدا ومشكور على الحضور معنا رغم الوضعية الصعبة للفريق سيد سيدالي بن شرشالي أهلا بك شكرا لك على تلبيتا شكرا لك على استفافه وشكرا لقالنة البوليدا التي أعطيتنا هذه الفرصة لكي نتكلم على الاتحاد البوليدا بالفعل فريق استحق أن نتوقف عنده ونتحدث عنده كمدينة كوروية بامتياز كبير مختار حريتي المدرب والحارس السابق لعارين نادي شاب بلوجداد في فضلة الثمانينات مختار أهلا بك شكرا لك على تلبيتا دعوة السلام عليكم وهذا كل شارف لي ونرحبه برئيسيدون شرشالي وعبد القادر اللي عندي بزا مشتوش وإن شاء الله نكون أخفاف إن شاء الله مختار حريتي الإعلامي الرياضي طبعا والزميل بالقناة الإدعية الأولى الصوت الصادح طبعا في التاليق على عديد المباريات الكوروية نهاية كل أو سبوع عبد القادر بن سايد شكرا لك على تلبيتا دعوة شكرا لك واجبنا نشكر كمال وليوم حطيتني مع ضيوف لهم أعزائز نتمنى لهم توفق في ما صارهم الشخصي والمهني وشكرا لك كمال وإن شاء الله نقدموا الإضافة للمشاهد الكريم إن شاء الله قبل أن نعرجى للحديث عن المواضيع المذكورة أنفان سيد سيد علي بن شرشالي ككلمة نبدأ بها لقاءنا قبل الحديث طبعا في الجزء تغير عن الانتحاد البوليدا ماذا يمكن أن تقول أن تنخص لنا وضعية هذا النادي الكبير على الكل سرح نتكلم على كورونولوجيا على وضعية للفارق نبدأها من العام الماضي أنا جيت في أواخر العام الماضي جيت كم ودير عام للفارق نظرا للوضعيلي كان يعاني فيها وكذا كان لدينا أربعة مدربين نبدأوا أقرب أبو هلال كان لدينا ثاني كان لدينا سبع مصطفى سبع جاء ثاني حوحو وكي جاء حوحو هنا كلا لداني اللي حكمتون الماضي على القبرة جيت كم ودير عام ثاني سروا مشاكل حوحو إلى ديميشوني شوفنا كنت تصلت كامير زان وثاني هو مشكور على ذلك لأنني كنت كان معي لدينا كسسون في 16 سنتظرنا خرج إلى ديال لعبنا لعبنا خرضين دولة خدرنا كل ما كانت صعود مع رقم ما كانت توقفة كتوقفة المطولة توقفت كورونا وقفت البطولة كنا البحنا المسطع بن عكنون أنصفتنا 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 الرابطة وكنا نسعدنا نحن نسعدنا هذا فيما يخص الله بداية 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 الموسم كنا درنا كنت تلاقي تناوضيها ضغم نشيام الرجال باش ما نسمحوش في واحد ولا كان هو كان داريون اكسيسيون اخذيتنا اخذيتها العقلي قلت له نكمله قد تتسمى البحرات confortه اكيدنا من زينا درنا كثير من قبل اور ده ربك ما نرى الجدرين بطريقة فرنسية دعوذي لأساسيات تكنيك والأساسيات أيضا و أساسيات و أساسيات أت peso أساسيات وفر أساسيات تتصرف نحن تتصرف لأخو الاسبونسور و اخليتوا يتكفلوا يعني بمعنى عطيته سنة دقيقة معليش عطيت الورقة البيضاء و لا اعطيته وعطيته لكان يردت لي ننجم من عندما ينجموحنا با جاء اخوة ذك واره ذك واره في الساحة ويعرفوا واسه وكان موددرب يعرفنه ذك ما نقولش انا هو خسره ما خشرت ذك ما نهدرهش خلاص ذك كما فاته فيه هكذا هي أنا من هذا المنبر أنا نطلب اسمه من المناصرين لأن المناسر لأن أول ضحية في الفريق هو المناسر البوليد على كل ذلك سنأودي لكل هذا سنأودي الحديث عن هذا النادي الكبير غالين كبير وسط عنصار اتحاد البوليد في الجوزة الثلاثة الحديث هو كاسرة بطاة أبطال إفريقيا شباب بالوزداد على مؤيدين مع كتابة تاريخ جديد والمولودية من أجل رد الاعتبار في ملعب محمد الخامس بالضار البيضاء مختار حريتي نبدأ معك حول الشباب بالوزداد هجلس التحكيمي هو أحد مخاوف نادي الشباب بالوزداد في هذا اللقاء ولكن من شاهد لقاء الدهاب نتيجة مباراة الدهاب أداء مباراة الدهاب لمسة مباراة الدهاب يدرك بأن الشباب بإمكاني أن يأود بالتأهل ويكتب تاريخ جديد في تاريخه طبعا كبير نبدأ نترحمه عليه حجوي الله يرحمه يوسع عليه ونقول كلمة برك هذا شارف له البرزيدونة عبريدة اللي قال أنا نطلب السمح من قلال البرزيدونة اللي طلبوا السمح يقعدوا يتبرؤوا أدرواطا قوش هذا يعني نما والله ما نعرفوه يخي اليوم يتلاقينا وكذا أنا اللي شارف له بسبب أنا خدمت مع البرزيدونة وكذا كي يقول هو ديجي يقول أنا نطلب السمح تمارا ومستعرف هذه كائن خاطئ أو كائن سنأخذ لك كل هذا ولكن قبل أن ننتقل لأنه في النهاية سنتوقف عنده سامير حجوي رحمة الله عليه كرة الجزائرية تبكي فقدها سامير حجوي في طبعا روبرتاج خاص طبعا بأدى الحارس الفد رحمة الله عليه حتى بلأيت حشيشي أمي بلأيت حشيشي أحد أبقاري التسيير في نادي شباب الوزداد وحتى في الكرة الجزائرية سنتوقف للحديث عنده نتحدث الآن عن شباب الوزداد عن كاس ربيطة أبطال إفريقيا عن حضود الفريق نقول لي وشباب الوزداد شباب الوزداد حاليا فريق رأه متكامل يعني من هار جاءت شركة مدار وهما في منحن التصاعد نقول لك يعني جاءوا في مدار حكمة شباب الوزداد في وضعية كاريتية صعبة سلك وليكيب مع المدرب عمراني يعني اللي نحييوه من المنبر سلك وليكيب من بعد دو كأس الجزائر هنا نشوفه بالفريق لحق الوضعية وين يعني أنا أقول لك تحفيز تحفيز هاد الشمبيونز ليك جوار يتحفز بلا ما تحوف تحفز وكلام هادو اللي راهو يدور على الكواليس مباراة مباراة يعني خرجنا شوية من إطاقة الكوراوي كيف مقدار لكم ولكن لأني أنا وش يعني وش نسكر وش نسكر المدرب ما نعرفوش اللي انتوراج تع سيربي اللي لعابين ما راهامش يديروا دي ديكلاراسون هنا تعرف باللعاب راهو مركز على المقابلة راهو مركز على المقابلة لأن خلوا هادك الشيء للإدارة المسؤولين المدرب راهو مركز على المقابلة يعني المقابلة نشوفه مقابلة اللولا اللي لعبوها في خمسة جويلية أنا نقول لك بلك من إحسن مباراة تاكتيكين من شغل تاكتيكين أدوها شباب الوستاد لأن الفريق اللي لعبوه الخصم ما هوش فريق يعني يشتهزم به فريق كبير وفريق عنده عريق في هذه الدورة يعني الإفريقية نقول لك حتى أنا نقول لا نقول كمدرب يعني حتى المساعدة المدرب عنده دور لأنه باختصار من تونس يعرف مليح التراجي التونسي يعرف مليح التراجي التونسي سنة لا نتحدث عن مباراة الذهاب ولكن نقول إيجابية مباراة الذهاب انتهت بتونعية وانتهى الأمر لكنك أتقادر بن سيد ستواجه تراجي تونسي قوي فأس بك أسين لربيطة عبطال أفريقيا في سنوات الماضية الخمس سنوات الأخيرة بنفس المدرب بنفس أغلبية التعداد يملك الخبرة وتجربة في تسيير مثل هكذا مباراة مختار حالي تيطر النقطة أبقادر قال لك نقطة الكولاسة والتحكيم يعني أمر نشوفه مرش في مكان تالي أخي الكولاسة والتحكيم يكون في كل مباراة كرة القدم خاصة في مباراة مثل هذه ولكن نظن أنه النقطة الإيجابية بنسبة للشباب أنه منذ سنوات ملحقش مستوى تصاعد إلى هذا الدرجة بالذات لأنه اليوم أو في قمة العطاء والمباراة اللي كانت نموذجية اللي كانت تحدث عليها شيخ مختار أمام تراجي تونسي تخلينا وتخلي كل جمهور الجزائري يتفائل بمردود الشباب في مباراة الإياب 2-0 فعلا فريق لم يتأهل بعد ولكن العودة بعد هذه السنوات الطويلة المنافسة القرية والأداء الطيب مع تشكيلة اللي راح تكون مكتملة مع نتمنى أيضا من ناحية الذهنية اللاعبين يكونوا في المباراة منذ البداية كل هذه الجزئيات ممكن أن تحدث أو تحدد عفوا ما صير شباب الوزداد لكن لما نتذكر قبل سنة أو سنتين الترجلي في نهاية كان خاسر ثلاثة واحد ذهبا وتوجب الكأس القرية تخليك أنك تأخذ كل الاحتياطات ونظن أنه أنا أكدها هذه كمال مهدي أنه حتى شباب الوزداد أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار ممكن البعض أنه يشوف الشباب الوزداد ولا النادي الجزائري هذا مكون من رئيس أو من مناجر مدير فني أو من مدرب وفاقات ولكن فيه العديد من العوامل اللي تدخل في مباراة شباب الوزداد نظن أنه اللعبين اليوم يدركون جيدا أنهم مصيرهم بين أيديهم وعندهم أسباقية عليهم فقط هما والطاقم الفني يسيروا بداية المباراة وبعدها نظن أنه الأمور ستكون أسهل مختار حالف تفضل أكد أن نقول لك التحفيز يعني هو اللعب نحفز نفسه لما تكون راح تلعب يعني تلقائيا يعني التحفيز تلعب تلعب مقابلة كما هذه مقابلة نقول لك بلك مصيرية تفتح ليه تفتح الأبواب تحدثت على الجانب المادي تحفيزي تحدثت على الحماية بالنسبة اللعبين هذا يحب أن تنقل لا لا أنا كملت يعني التحفيز ليس تحفيز مادية ما نقولون تحفيز مادية تحفيز نفسه نفسه اللعب راه هم هي 100% عند أسباقية راه هم 120% وشفنا الفريق بداية تكون لأنه لما شوف لما الفريق يعني تأهل في سنداوس الفريق بداية تبدل بداية يكبر اللعب بداية تد عنده طموح صاحة لعب ولا طموح يعني شوف تشوف يعني حتى المقابلة الأخيرة حتى الدقائق الأخيرة وشباب لوزة كانوا يقدروا يمركوت ثالث ثالث ولكن احنا نقولوا هذه النتيجة يعني نتيجة مليحة يعني مليحة ولكن حداري رح تلعب مع فريق اللي عنده خبرة قبل الحديث عن الفريق الذي يملك الخبرة سنتحدث كيف يرى مختار حاليتي سيناريوم مباراة تغد وحتى ما أتقدر بن سايد قوة نادي الترجي التونسي سيدالي بن شرشالي كل صراحة ما تتحصرش ما تتأسفش مدينة عندكم هياكل عندكم ملاعب نادي كبير عندكم مؤسسات عندكم شركات ماذا وش الشي اللي يخص نادي اتحاد البوليدة حتى مدينة المنتخب الوطني مدينة المنتخب بارك الله مدينة المنتخب الوطني ملعب الانتصار الفريق اللي الفريق اللي واجهه زمالي كالمسل الفريق اللي أدى أحسن أيامه في البطولة العربية للأسف يتاجهن حوال قسم الثالث وش يخصكم بس كونوا على شكلة شباب الجداد والملودية وشباب القبائل وفاق ستيف ونودي وخرا بكل صراحة كامل الخل والله أنا واحد ضخمة نشعر في الخل وش كاين حكذا مشكلة زعمة كان يتكلم علىها كان يتكلم على مشكلة زعمة أنتما سيد دي قرونت فامي في البوليدة نعرف سيد دي قرونت فامي أشكو مشكلة زعمة كل واحد يقول كنفوري طياب فيها بن شرشالي أنا ما نجيش فيها زائم أنا ما نجيش وراء الإشكال بلك هذه جهة من الجهات شوفي ما يخص أنا بن شرشالي هنت أنا أخذت كل الضربات على هذه كلمة بن شرشالي أنا 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 أكمل حتى الموسم هذا أنا من بوسعادة أنا قدمت استيقالة متاعي من بوسعادة من المستعبو سعادة تعرم ضم طالة سنواتي تحت بوليدة نتحددتون الشيء يخصكم باش تشاركوا في متعامل فيما يخص العوامل العوامل الكامل الشعب البوليدي والمسؤولي البوليدة ديزانجاجي يصون ديزانجاجي من كله بالتحام هذه الأخر طلاق كانوا عندنا طلاق كانوا عندنا مؤسسات كانوا عندنا أصحاب مؤسسات كانوا عندنا ربي رحمه عبدالقادر الزغايمي كانت الزغايمي كانت كم يقولون صاحب صاحب قرار كان صاحب قرار في الفارق كان يعاون جيد هكذا كان يعاون هنت مطيكي ثاني كان يعاون صاحب قرار هكذا مجلس إدارة شوف نقول هل كل مدرك عبدالقادر لإستطابل مجلس الإدارة سأنا أود لحد أنا أترك سؤال نبقى في كسرة بطاة أبطال إفريقيا الشيء يخصكم أن نقول ربما مشكلة الانتحاد البولي دي هي عفوا هي مشكلة زعمة سأنا أود لك سيدة أليب برشل شانلو دمكطر حاليتي وعبدالقادر بالساعد قادر بالساعد قوة تراجي تونسي أين تكونون خصا في لقات الأوداء خصا في ملعب الردس نتمنىها ما تكونش قوة إن شاء الله ولكن قوتوا من ناحية ذهنية عندهم لعبين عندهم هذا كلون ديرونس في قربية الميدان ناحية الذهنية ميفشلوش لأنهم فريق الألقاب قبل الموسم توجب بهذه الكأس مرتين متتاليتين عندهم زعامة إفريقية لعبين هذو تقريبا اليوم 75% من اللعبين الموجودين هما اللي توجب قبل موسمين قبل موسم باللقب القاري لموسمين متتالية لهذا نظن أنه من ناحية ذهنية الفريق اللي شفناه مباراة الذهب قد نشاهد مستوى آخر لهذا لعبين شباب أنا ما نش مدرب ولا تقني ولكن نتمنى ما رحش يغامروا إن صح التعبير وفي نفس الوقت ما رحش يغلقوا الغلق السلبي بالنسبة لمنطقة دفاعية إلى غير ذلك ولكن تسيير المباراة بحذر خاصة الشوطة الأول إذا كان شباب الوزداد نظن حفظ على الأسبقية ثنين صف في مباراة الذهب حتى لا نفكر في الهجمات العكسية اللي ممكن أنها تعطي الإضافة للشباب إلى حافظ ثنين صف في مباراة الذهب نظن أنه في الشوطة الأول نظن 95% في الشوطة الثانية رح شباب الوزداد رح يكون حاضر رح يتأهل للدورة مختصين الفنيين يقولون مثل هكذا مباراة يعني فاصلة تنقي مقابل لشي عندك الأفضلية وعندك الأسباقية أنه الفريق في النصف الساعة الأول يعني يتمركز في الدفاع ويلعب على هجومات المعاكسة لكن بدون مغامرة وش السيناريو الأحسن الأقرب اللي يشوفوا مختار حاريتي المدرب والحار السابق لهذا النديل شوف أنا أقول لك الخطأ الكبير لو الفريق يدخل بهذا العقلية يتمركز في الدفاع راح ين لا أقول لك البلوك لا وش عليها لا البلوك هذي تاكتيك سيسان بسعى لما تشوف الفريق يعني هي هي في الشكل يعني كم مدربين عالميين يعني عندك الربع ساعة الأول ولا عشرين دقيقة الأولة تحافظ على المنظومة تاك يعني تاكتيكين ولكن مش تتمركش راح تتمركز في الدفاع لو كانت تتمركز في الدفاع راح تعطي أنا ندخل في حاجة واحدة أخرى للتحكيم راح تعطي للحاكم فرصة لو كان أي فرصة صغيرة راح ي طبعا على ذكر تحكيم أمين فقير طبعا المشرف معي على هذا البرنامج لو كانت فيه إمكانية تيصال بحد الحكم ذكريني حيمودي إن كانت فيه إمكانية حتى نتحدث طبعا على حاكم مباراة غد هو باكاري قصمة أتقدر بالسعيد سيناريو الأقرب سيناريو الأقرب أنا نتمنى نتمنى لو يفلح شباب الوزداد في تسجيل الهدف تسجيل الهدف منذ البيض لأنه مهما يكون بالنسبة لفريق شباب الوزداد ممكن منعرفوا ما هي طريقة التي سيبدأ بها المباراة ولكن الأكيد بالنسبة للترجل سيضغط منذ البداية أو من هزم بثني لو يستغل الشباب فرصة أو نصف فرصة ويسجل الأمور سيكون صعبة جدا لأنه بعد ذلك ستحضر على أربع أداب بالنسبة للسابق شهر شباب مباراة شالوز داد الترجل تونسي شفت داد المقابلة داد المقابلة كبيرة وكانت تكلم أخبطار في ميقص دوكرة لجوار نفسيين رأهم محفزين رأهم يشوفوا رأهم يربحوا مدام الحق لذلك المرتبة لا يجب أن يخسر ويشوف لجوار هذا سيطينكار فيزيت له شوف أنا أنا نزيل لك يعني تشوف الفريق الفريق بدأ يندمج لما تشوف أنت كل اللعبين يدافعوا ويهاجموا كل اللعبين يدافعوا ولكن إحنا كما قال أخويا عبد قدر حداري من الأجنحات حداري من المدافع الأيمن والنقاز لأنه يصعد بزاف لما شفت المقابلة اللولة كان واسمه اللي تخل راح لي اسمه تأشباب أو لا تاع لا تاعنا تأشباب جرار لا مش جرار جرار دي لا في وسط بغير لا لا اللي لعب وعبونسان تلعب في الجهة حمد قاسمي حمد قاسمي صحيح حمد قاسمي كان يقولي حتى الدفاع باشي عاون لأن علاش والمدرب يعني دخلوا فالك الممو لأن هذا قال لها بتقدر هما عندهم هذا النفس الثاني دوزم سوف وشجار رحمد قاسمي غلق المدافع أي من غلق الوقع الكلوار لأنه عنده دي سنتر اكستر اوردينار يعرف يلعب مليح الكورة وعنده يعني اله توزيات تهاو دقيقة وكان برق حاجة نزيد عليك لو يكون يرى المنظومة مليوتير يلعب المقابلة اللي لعبها في دهاب أنا نقول لك باللي ما يسجل حتى هدف لو تكون الخل في وسط الميدان الفريق يقع رح يتبدل سنعود تحدث أيضا عن مرودية الجزائر أيضا في مهمة صعبة ولكن ليست بالمستحلة في ملعب محمد الخامس كل هذا يتكون في الجزء الثاني من برنامج أكبر